بغضب وخيبة أمل كبيرين تلقت إسرائيل توجه السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة إلى المحكمة الدولية في لاهاي وإلزامها بإبداء رأيها القانوني بخصوص شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غضب سرعان ما ترجم بعصفة ردود وانتقادات من أعلى المستويات الإسرائيلية التي رفضت القرار وهددت بتكبيد الفلسطينيين ثمن هذه الخطوة المنسوب العالي للتوتر الذي عبرت عنه التصريحات الرسمية في إسرائيل وجد تفسيره في القراءة الأعلمية لتبعات هذه الخطوة الدولية على إسرائيل من النواحي كافة هذا القرار ضد إسرائيل ولهذا الأمر تبعات قضائية بعيدة المدى ويمكن أن يشكل خطرا قضائيا على مسؤولين كبار في إسرائيل وإسرائيل تخشى من أن يؤدي الأمر إلى تفاقم في كل ما يتعلق بمقاطعة إسرائيل مثل حركة المقاطع البيدي أس وغيرها وأكثر ما يفسر الغضب الإسرائيلي من القرار الأممي برأي معلقين هو التبعات الأمنية المترتبة عليه هذا فضلا عن المس بشرعية إسرائيل في نظر الأسرة الدولية هناك خشية فعلية أيضا من أن تؤدي هذه الخطوة إلى غليان وتصعيد في الميدان وقد حاولت إسرائيل منع هذه الخطوة حيث وجهت رسالة صارمة إلى مقربين من أبو مازن إسرائيل تستعد لتداعيات التصويت النهائي على الخطوة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد شهر والرسالة التي حاولوا إرسالها للفلسطينيين كانت واضحة ومفادها إذا مر الاقتراح فإنكم ستدفعون الثمن مراقبون رأوا أن السياق الدولي المعقد الذي جرى فيه تقديم مقترح القرار يحمل في طياته أيضا تابعات سلبية على علاقات إسرائيل الدولية ويطيح الجهود الإسرائيلية الحثيثة لنيل مشروعية دولية لإسرائيل ويعيد إلى الواجهة صورتها الحقيقية كدولة احتلال